بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة والسومو السيدات والسادة بداية أود أن أرحب بكم جميعا في مصر التي أود أن تعتبروها جميعا بلدا ثانيا لكم يسعده استضافتكم ويرحب بتواجدكم على أراضيه ويهتم بالعمل معكم من أجل تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات إننا نجتمع معا اليوم للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا وهي مواجهة تغير المناخ من خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قب 27 الذي ينعقد في دورتها الحالية بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام وأولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر والتي تتعلق بها أنظار وعقول العالم لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما سيسفر عنه من نتائج تساهم في تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل وفي خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب وظروف مؤتية للحياة والعمل والنمو دون إدرار بموارد عالمنا التي يتعين العمل على تنميتها واتثمارها وجعلها أكثر استدامة إن الملايين اليوم تتابعنا كما تبعت قمتنا العام الماضي من نساء ورجال وشباب وأطفال مزارعين وعمال وأصحاب أعمال بشر من سائر أنحاء كوكبنا يشتركون في مصير واحد وهدف واحد منهم من يتواجدون معنا هنا ومنهم من خارج هذه القاعات وأمام الشاشات يطرحون علينا أسئلة صعبة ولكنها ضرورية أسئلة يتعين علينا أن نسألها لأنفسنا قبل أن توجه إلينا هل نحن اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافنا من عام مضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر